ازايكم يا مواليد برج العقرب يا رب تكونوا بخير انا مريم توقعت برج العقرب ليوم الربعاء 6 ابريل لسان 2022 بالنسبة ليك النهار ده يا عقرب لو امتى بتشارك حد من زولائك النهار ده خلال الفترة اللي فاتت في مشروع مع بعض او حتى في اي عمل يمكن يبقى مع بعض لو كنت بتقوم بده بالفعل عليك بس انك تستعاد بشكل كويس لان المشروع بيحتاج منك مجهود اكبر ومجهود يعتبر مش عادي بالنسبة ليك خلال الفترة دي بس ما تقلعش هتتمكن من انك تتمم كل مهامك المهمة والصعبة في الفترة دي وفي اليوم ده على الاخص في وقتها المناسب وفي وقت بسيط جدا جدا فما تقلعش كل امورك هتحل على الرغم من انك ممكن تكون محتاج انك تكون منها عشان تحلها اسابيع كتيرة جدا جدا علشان تخلصها وتتممها خلال الفترة اللي جاية انت النهاردة ما تقلقش هتعرف تتخطاها وهي حتى لو كان عليك النهاردة ما وعد مع حبيبك في الفترة دي هيكون عندك في موضوعات كتيرة جدا جدا علشان تناقشها معاه في الفترة دي وتعرفوا توصلوا لنقطة حل مع بعض انتو اللي بالنسبة ليك عاطفان النهاردة بنصحك انك تستغل موهبتك بشكل كبير وكلامك العص علشان تعرف تشجع شريكك على انه يتكلم ويفصح عن كل المشكلات وعن كل الهموم اللي ممكن تكون بتساعده النهاردة علشان يلاقي الحلول المناسبة لشخصيته للمشاكل اللي ممكن تبقى بتواجهه النهاردة شجعه علشان تعرف ازاي تتخطو المرحلة دي وبعد كده يبقى الوضوع عادي انه يجي يحكي لك انت اول واحد على كل المشاكل اللي ممكن تكون بيتعرض لها بالنسبة ليك مهنية النهاردة بيديك اليوم ده راحة فكرية كبيرة جدا جدا والزهنية هتبقى صافية جدا جدا في الفترة دي فبنصحك انك تستفاد استفادة كبيرة من وضعك ده وبنصحك ايضا انك ما تكونش متسرع في كل قراراتك خاصة قراراتك الحسبة في الفترة دي لعن اليوم ده لو انت فكرت بشكل كويس وبزهن صافي هتحاول انك تكون مستفاد من الوضع بالنسبة ليك صحيا صحتك النهاردة هتبقى في افضل احوالها وهتزيد درجات نشاطك وحماسك بشكل كبير خاصة في ساعاتك الاولى من الصباح فاستغل النشاط ده واستغل الحماسة اللي هتكون عندك النهاردة واستمتع بيها في حياتك اليوم بشكل كبير جدا جدا بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيقضل امر يومه في برج اليوم زي وهنتوق من خلاله اننا نحفز نفسنا ونحفز زهنين اكتر لمجموعة تبقى متنوعة اكتر من الاهتمامات والحاجات اللي ممكن نكون بنقوم بيها واللي هنكون بنتعلمها في الفترة دي هنكون مستجبون وحساسين بشكل خاص جدا جدا لكل الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل قدام ده النهاردة وحوالينا هنكون اكتر تكيف من المعتاد فبتقلقوش من خلال خميس خميس كوكب الزهر النهاردة وورانوس في اليوم ده هنلاحظ اننا نقدر كل العناصر اللي ممكن تكون فيها تفرد كبير جدا لكل الاشخاص اللي حوالينا وكتير من المواقف وكتير من المشاريع اللي بتنظهر في يومنا ده مساء عندنا خط التوازل النهاردة من كوكب المريخ وزحر في اليوم ده علشان نزيد تركيزنا بشكل كبير وتصميمنا يجلب لنا طاقة تبقى موسوقة في اليوم ده بشكل مستغل أكتر مرونتنا النهاردة بالإضافة لي ده هيعزز تأثيرنا بشكل كبير النهاردة ولا سيما في اننا نحل كل المشاكل ونحسن حياتنا بيحدث القمر الفارغ النهاردة مع الجانب الأخير للقمر تغيير كبير لحد ما يدخل في المريخ النهاردة ويدخل الأمر في برج السرطان في المساء لليوم ده وبكذا بنكون وصلنا لأخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتو بستنين ايه تضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد ما هي رب أكبر بيكم ودعمكم لي